أرض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتقنا من مقال إبراهيم وصلى وعدنا إبراهيم وإسماعيم أنطفر بيتي أنطفر بيتي أنطفر بيتي والعاكبين وحفظ كم السجوك وإذ قال إبراهيم وإجعلنا هذا من الحال فلدًا آبينًا وصع أهلهم ومن الثمرة والضبع أهله من الثقرات من الآمن فيهم بالله واليوم الآخر قَالَ وَمَن كَفَرَ فَهُمَ السِّرُّهُ قَلِيلًا قَالْصُمَّ أَضْرُّهُ إِلَى عَلَابِ النَّارِ ثُمْ عَفَّفُوا إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرَفَّى إِبْرَاهِيمُ قَاعِذَ مِنَا الْبَيْتِ عَيْسْمَاعِيمُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُصْلِمَيْمِ لَكَ وَإِذْ من ضجيتنا أمة مسلمة لك رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُصْلِمَيْمَكَ وَمِنْ ضُجِّيَّتِنَا أُمَّةً مُصْلِمَةً لكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَاتُبَ عَلَيْنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْفَرْوَاءُ الرَّحِيمُ صَرَقُ اللَّهُ الرَّحِيمُ